اشتركوا في القناة نزلت ثلاثة اجزاء لسبب رفض تجديد الاقامة السياحية او الاقامة المؤقتة طبعا انا كنت شفت كم تعليق سلبي مع الاسف طايرناهم لكن اكو ناس ما مفتهمة الامور او صورة صحيحة واحد يقول اني طبقت كل الشروط ولكن ان رفضت شخص اللاخي يقول اني همين ان طبق كل الشروط و ان رفضت زين المهم اكو شغلة انتم ما عرفتوها اه وهي انه كل دولة تروحون يعني انا من حجاتكم بالبداية الفيديو الاول اللي شافوا اكو ناس معلسف ميجوز ما يشوفون الفيديو كله اني ليش سويته ثلاثة اجزاء يعني لو مسوي جزء واحد الفيديو يصير فوق الساعة يوز ناس تملوا تترك من ورا اول كلمتين ويضوج لكن انت من تشوف الفيديو كله راح تفهم انا اطيك شغلة انت اي دولة تحسح حاليا انت روح سافر الامريكا روح سافر الكندا الدول الاوروبية اول فقرة انه انت تفكر بها شلون راح تحصل اقامة لا تقول لي اول ما اروح اريد اروح اشتغل وارد اروح اتونس وارد اروح افتار لا تحكي هيشي هنا احنا بتركيا اول ما يجي العراقي انا لا احكي على اي جالية لكن خلي نحكي من جانب العراقيين لان انا اتعايش وشفت وين العراقيين انا من الناس العراقي اول ما يوصل تركيا يبقى لفد خمسة ايام خمسة ايام يروح يدور لي على شقة ما اخذ عائلته على مطعم موانسهم يوم البحر موديهم يوم حديقة متنازل حقه احنا بالعراق شفناه مو هنا فاي جينا يريد يحاول يرفح الناس خلال خمسة ايام او اسبوع وراه من اللقاء شقة وقعد راح على مكتب تعال سوى الاقامة وقبلوا انتهى كانت اللقاء مفتوحة راح سوى الاقامة والمسألة طبيعية اللي هنا اوكي ماشي لكن هو الشي الصحيح الشي الصحيح انا مو اروح على مكتب تعال سوى الاقامة صح العالم متعامة احنا شونا ما نعرف انا رجل بلع اليون لكن اكو ناس متعرف يعني اغلبيتنا حتى انا انو احنا من دخل تركيا راح يخابرك شخص معين يا شخص اخوي تجي تستقبلني اي اي استقبلك اوديك واسوي لك الاقامة وكذا من الحاجة انا الحمد للاشر الكوناس اللي اشتغلت لها شغل صحيح نحشكي ما في وقتها اه عمري كل ما رحت على شخص سويتها سيكورتة وهمية كذا مع الاسف اكو مكاتب يسوون سيكورتة وهمية يعني هاي انا اريد اطرق الغير مسائل لكن اريد اوضح لكم بهذا الفيديو شنو كانت الشروط للحصول على الاقامة السياحية او الاقامة الموقتة يعني فيه وقت من فتحوها وانت مقبول وانت مطبق هاي الشروط بالتفصيل ش راح يسوون من سر عندك تجديد اقامة يجددوا لك وناس جددوا لهم فعلا سامسون مو رفض بها قوي وتسعين بالمية رفض اكو ناس جددت اقامته واستلمت اقامة ليش مطبقين كل الشروط بصورة صحيحة واللي ما مطبق انتهت احنا المخالفات حجيت تركو مياها الفيديوات اذا انت تراجحها انت لات انزاقت المخالفات حجيت تركو مياها ما للرفض اللي بيعجي قائروا اللي ما عنده اذن عمل والكذا 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 فاني هسه راح احكي لكم شنو هي الشروط اللي انت لو مسويها بالاقامة السياحة ما تكن انتو هسه من تجي تريد تجدد اقبلوها هسه خليكم بعد هذا الفاصل على الاوراق المطلوبة للاقامة السياحية اخواني العزاء وحبايبي هسه بعد هذا الفاصل خلي احكي لكم على الاوراق المطلوبة للاقامة السياحية طبعا سابقا هسه حالين تعرفون الاقامة السياحة متوقفة نجي صورة عن جواز السفر واخر ختم للدخول يعني الفيزا الفيزا اللي انت موجودة الختم ودخولك انت داخل هاي الحجي بصورة نظامية يعني صورة جواز السفر انت تحط الاصل يمك وانت تستنسخ هاي المستمسكات ثانيا صورة شخصية خلفية بيضاء عدد اربعة طبعا هالقياسات بين فترة وفترة تختلف نوبر دولة خمسة بستة نوبر ستة بستة حسب دارة الهجرة ثالثا استمارة موعد المقابلة نجي هنا استمارة موعد المقابلة هذه خليكم على هالنقطة راح تكون شغلة عليها بعدين استمارة موعد المقابلة رابعا التأمين الصحي التأمين الصحي هم انتبهوا عليها او خلي حجي لكم يا رأسا ما اطروحنا بيها تأمين الصحي الناس اللي تيجي يروحون على شخص مكتب يقولوا مثلا انتو كعائلة كلا في التأمين الصحي موعدتكم لينا افرضك 3000 يروح على غير مكتب يقول سيكورتات ما يعرف انه سيكورتات وهمية هاي الناس اللي وقعت بيها مشت الامور وحصل الاقامة بس اش وقت تطلع عنده بيوم اللي توقفت الاقامة سياحية وصار انه تجديد بالشروط يجوني شي يكون اللي ما عنده سيكورتات اصلية كانت وهمية رأسا يرفض وناس صارت اكثر من مرة في سامسون نرجع عقد الايجار مصدق من النوتر هذه ضرورة طبعا عقد الايجار مصدق من النوتر خلص ما النقطة الوراها الرقم الضريبي النقطة السادسة الرقم الضريبي كل اللي يجون سووا مية بالمية من اللي سووا اقامات سياحية في وقتها ما خلى الرقم الضريبي هاي النقطة سأقول لكم على هاي المسألة انه هاي الشغلة بالاستمارة لماذا قلت لكم انتبعوا على شغلة استمارة كملاحظة بعدين نذكر لكم اياها رقم ضريبي يردون منك سابعا نسخة من ايصال تزديد رسوم الطلب هاي شنو النسخة عندك انت دفعت السيكورتات ودفعت الضريبة وكذا هذن نسخ ورقة تحطها بالفايل النقطة الوراها صورة من الاقامة في حالة التجديد احنا هاي مهمة احنا هاي مهمة انت عندك اقامة فبالتجديد الصورة تستنسخها طبعا يكون استنساخ واضح وتخليها بالتجديد خلصنا من هذن النقاط نجي على النقاط اللي استحدثت بعدين اللي هي خلينا نقول المهمة المفروض انت تلقائيا اللي تسويها مو تنتظر يطلبوها من عندك وشنو عندك هسه خليكم ويايا شوفوا حبايبي النقاط اللي استحدثتها عندنا مثلا كورس لغة عدد اثنين لكورس اللغة عدده يعني عندك مستويات اثنين لكورس اللغة التركية احنا اغلب العراقيين اللي يجوي ما احتمل هالمسألة قام شى يسوي مثلا يعني ايه يختلطوا ايه كم شخص وعائلة صديق او كده اتعلم له كلمتين مثل هاي ومال اقنادين صباح الخير ايه ايقو جلار ايه اه اذن الإشارات البسيطة اعبارات التحية اتعلم له كم شغلة وطلع ها وتعلم الأرقام ها مول كل وتعلم هاي مثلا وهاي بيش ليرا وهاي كذا تم حاجة وأكثرية الأسعار هات مكتوبة فيقول لك أنا ما أحتاج أدخل كورس لغة شعندي أنا أني رجال أنا ومارت وجهالي خليني أتونس وأطلع وافتر ما العلاقة هذا الخطأ المهم أنت تدخل كورس لغة إليك مول غيرك إنت ما طول قرار تريد تبقى لأنتو شنو الناس اللي انقهرت وضاجت ما تجددت الإقامة رجعت للعراق يقول لك أنا أريد أبقى بتركية زينا فإذا أنت نفكر تبقى بتركية المفروض تروح تدخل كورس لغة طبعا كورس لغة مجاني على هالك آيتم ما لا يأخذون منك فلوس مجانة أن تروح تدخل كورس لغة وتدرس تأخذ لك مستويات اثنية رح تتعلم شوية تقوي وذلك بنفس وقت رح ينزل بالإي دولة هاي ضروري الإي دولة أنت تفتح الإي دولة صفحة إلكترونية ضرورية أنا حاتيها في فيديو سابق نجي النقطة الوراها كشف حساب مصرفي لآخر ستة شهر يعني أنت مسوي حساب مصرفي لآخر ستة شهر تسوي بيه كشف مو تسوي حساب مصرفي وما تخلي بيه ولا ليرة أنا ما راح أقول لك تخلي بيه مليون ليرة وخمسمائة ألف ليرة لا أنت تخلي حساب مصرفي فلوسك فدت 3000 أربعة تلاف ليرة تخلي بيها من تستلم الراتب مالتك أنت من مصدرك سواء كنت تشتغل أو أنت عندك راتب تقاعدي تخلي تدفع فاتورة عن طريق الحساب المصرفي أما عن طريق الكارت اللي عندك من تروح تدفع بالمكاتب أو عندك هذا الزراعة مثلا عندنا زراعة بانك عندنا البرنامج تطبيق زراعة موبايل ندفع عن طريقة كل فواتيرك تدفع عن طريقك هاي الضرورية زيان نجي على إذن العمل أي واحد يشتغل لازم عنده إذن عمل مع سيكورتة العمل هاي ضرورية هما هاي الناس اللي كانوا يشتغلون يشتغلون بدون إذن عمل كلها طلعت عليهم هسا المفروض شان يسوي إذن عمل مع سيكورتة العمل طيب اللي ما عنده عمل يعني متقاعد كتاب رسمي يثبت مصدر المعيشة كتاب رسمي يثبت مصدر المعيشة مالته زيان نلجي على النقطة الوراها حاليا فتحت دورة الاندماج ليش أنا ما روح هي كلها يوم واحد ساعة زمن يطوق دورة الاندماج أغلبيتهم ما سووها أو أكونا سوتها بفلوس اللي ما يحترف بها ما يصير ممنوع اللي عنده طلاب مدارس كتاب حيات بالقسي من المدرسة يعني يثبت أن هذول طلاب يقدم هوية الفاير الفقرة الأخيرة أنا أعتبرها اللي هي مهمة طبعا ما فضحت شيء بالبداية لكني على كل هذا أنه أنت تكون مثبت نفوسك بالشقة مثبت نفوسك بالشقة لا أكثر أو الأقل نفوسك شون مثبتها فهو تيرل باسمك وتروح لدارة الهجرة مثلا شان أو تروح على مدارة النفوس وتثبت النفوس مالتك وتشوفها بالإيدة ولا تفتح الإيدة وتشوفها صحيح النفوس مالتك صار تطمئن علي هاي خلصنا من كل شيء وهس بعد هذا الفاصل سأحكي لكم على الملاحظة اللي قلت لكم عليه على استمارة طلب المقابلة با بلق 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 حبابي نجي هسا على إن شاء الله الملاحظة اللي قلت لكم عليها بالأخير أفهمكم استمارة طلب المقابلة هاي الاستمارة إن أنت منتاخذ موعد على الموض يعني تقابل لغرض الحصول على الإقامة السياحية أغلب المكاتب يعني خلينا نقول تسعة وتسعين بالمية هم معدهم كليشة ثابته يفتح السيستم وإدارة الهجرة ومن يجي يخلي اسمك اللي بالجواز مثلا خلي اسمك وخلي رقم الجواز وخلي الرقم التليفون مالتك اللي تمشتري تركي عنوان اللي حاليا نساكن بي والعقد مالتك المصدقة بالنوتر ومن هالإسوال في كلها هذاني باس كليشة ثابته وخلاه وانتهى في المك وقدمها وتشننا فيه وقت قبل إنه تحصل إقامة سياحية إنها كانت ما مصعب بها لكن الإقامة السياحية لو الكل تشتغل بضمير وشي صحيح شي سوي لازم ما يعتمد على هاي الكليشة الثابت نسميها بالعامية كليشة يجيب ويلزقها من يفتح سيستم ويدارة الهجرة ويسحب الموعد لا أول فقرة يوقف قبالك أول شغلة هاي الله يساعدك تعال عامي إنتش قد عائلتك كذا نفر إشلون عايش راح تقول لأ أنا متقاعد جيب لي كتاب ما المتقاعدي إنه يعني شون تستلم راتع عن طريق التقاعد يعني هنسمونا خط الراتب راح يطيك إياه طيني كشف حساب المصرفي طيني دورة الاندماج طيني مالك كورسات اللغة مالتك طيني إذا عندك طلاب مال الحياة اللي بيجيس وذن الشروط كلها اللي أنا ذكرتها كلها تأخذها من عنده ش راح تسوي راح تقول مو هذولة من تجي بدارة الهجرة من نقدم إحنا مو يطلعوهم لوراق ميردوهم أنا أقول لك ليش ميردوهم لأن الاستمارة اللي مقدمها حضرتك من هذا المكتب ما ذاكرين بهذا الشي فما يخليها لكن الاستمارة أبو المكتب لو كاتب بيها قبل ما يسحب لك الموعد كاتب بيها هذا الشخص متقاعد ولديه خط راتب كشف حساب مصرفي دورة لغة عدد اثنين مستوى كذا مستوى كذا دورة الاندماج عند طلاب عند كذا كل يكتبهم بالتفصيل ماشي وهاي الملاحظات اللي تنذكر بالاستمارة من يجي الموظف ما يقدر يشيل ورقة وحده لانه موجودة المعلومات باستمارة المقابلة كل الموجودة بينما اذا ما كاتب احتياج يطلعون يحطون على صفحة كل الموجودة ما بذكور عندي انا مذكور عندي اقامة تجديد اقامة اذا الاقامة لازم القديمة موجودة ماشي والجوازات ورقم الرقم ما تكمل الجواز ورقم الاقامة القديمة فقط لكن ينكتب بالملاحظات الرقم الضريبي ودورات الاندماج موجودة وعندي كورسات لغة عنده عدد اثنين او عدد ثلاثة واربعة واني متقاعد وهذا خط الراتب وهذا كشف الحساب المصري فإذن يكون ذكرا الموظف مستحيل يشيل اي ورقة من عدد بهالحالة انت اي حج ما راح تبقى عليهم راح يقبلوك هو التصريح كل كان واضح ما للسيد وزير الداخلية قال اقامة سياحية توقفت للجديد لكن التجديد موجود زيان التجديد موجود من حجوها يعني الرسميين اللي كان مسوي سيكورتها موهمية واللي مسوي هاي الشروط كلها مطبقة الله شاهد يقبلون انا وضعت شي شي من جبي شفنا ناس انقبلت ليجي واحد يقول لي والله اني طبقت هن كل هن مستحيل على اللي حجيت انا يجي واحد يقول لي اني كل هن طبق هن شفناهم بعين مستحيل اعرف ناس انا اعرف ناس ناس في وقت راحت على ابو السيكورتات مثلا هذا يقول ماريت خمس تالاف وراح ناس تجي تريد اقامة قبل انتهي اقامتها بسبوع يجي جدد اقامة يرتب ويرجع فلاحد يقول انا يطبق كل الشروط انا هس اللي بعد اقام تمام انتهي بعد ثلاث شهر اربعة شهر ويسمع هذا الفيديو خلي يروح يطبق هذن الشروط يجي يقول اريد اقدم ولا رفضوني عند كورس لغة لا عندي يجي عندي كورس لغة وعندي كشف حساب مصرفي واني متقاعد ما يخرف على عين وعرسي رقب ضريبة خليت اي زيان استغفر لا زيان اندماج وكذا اي سويت بس شالوه من الفايل اي وانت رايح على مكتب مكاتب بالموعد من المقابلة زيان انت السيكورتات تدفع مضبوط اي انا دائما يدفع مضبوط همك لا وقت يطلع الشغلة مالت تعبان رايح على ناس رخيصة على كل حال اي استفسر انا حاضر الرقم بالشاشة مع حساب التكتوك وبالوصف والتعليق ترود عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله